بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى درسنا اليوم الجهاز البولي نتعرف اليوم على أجزاء الجهاز البولي وضيفة كل جزء منها إن الكائن الحي يحتاج للغذاء وبالتالي هذا الغذاء ينتج طاقة لازمة لأنشطة الجسم الحيوية وعند انتاج الطاقة فإنه تتكون مواد كيميائية وفضلات تغير من التوازن الطبيعي للدم وخلايا الجسم وكان الإزاما أن يقوم الجسم بعملية الإخراج من أجل المحافظة على الاتزان الداخلي للجسم ونعتبر الجهاز البولي هو المسؤول المباشر عن هذه العملية عملية الإخراج والتي الهدف منها الاتزان للبيئة الداخلية لجسم الكائن الحي تركيب الجهاز البولي يتركب من أولا كليتان ثانيا حالبان ثالثا مثانا الكليتان يمتلك الإنسان كليتين إذن زوجية الحضور ووظيفتها التخلص الدائم من فضلات الجسم أي من فائض الماء والأملاح والفضلات النيتروجينية وعمليات أيض الأدوية والهرمونات وما شابه أين تقع هذه الكليتان؟ تقعان في الجهة الظهرية لتجويف البطن على جانبي العمود الفقري إذا وضعت إبهاميك على خاصرتك ثم انتقلت بهما إلى العمود الفقري فإنك تلتقي عند الكليتين تماما لكي يتم حماية الكليتين من الصدمات فهما مدفونتان في أنسجة شحمية أي دهنية فسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم والكلية اليسرى أعلى بقليل من الكليا اليمنى فالكلية اليمنى أهبط قليلا من الكليا اليسرى وذلك بسبب وجود الكبد جاثم على الجهة اليمنى مما تتكون الكلية؟ تتكون الكلية من منطقتين خارجية وداخلية الخارجية القشرة والداخلية النخاء لون القشرة داكن وذلك لاحتوائها على الكثير من الأوعية الدموية أما النخاء فهي تراكيب مخروطية الشكل تسمى أهرامات الكلية وفيما يعرف بأهرامات مالبيجي نسبة لمكتشفها تحتوي على أنابيب تصب في حوض الكلية هناك شريان كلوي يحمل الدم المحمل بالفضلات إلى الكلية والوريد الكلوي ينقل الدم المنقى من الفضلات إلى خارج الكلية عزيز الطالب أرجو منك مشاهدة الفيديو المرفق في رمز QR كود ثم بعد مشاهدته المشاركة به على ساحة المشاركات في صفك الافتراض نأخذ ثانيا الحالبان كل حالب أمبوب رفيع يقوم بتوصيل البول من حوض الكلية إلى المثانة وهذا الحالب يتكون من عضلات ملساء لا إيرادية الحركة تساعد في انتقال البول المثانة هي كيس عضلي قابل للتمدد يحتفظ بالبول لفترة مؤقتة بعد استقباله من الكليتين عبر الحالبين إذن المثانة أو الجهاز البولي وكأنه مصنع يصنع منتج والمنتج هذا هو البول يقوم بنقله عبر خطوط النقل إلى مخزن ومن ثم بعد صناعة البول ونقله وخزنه يخرج إلى خارج نقطة المصنع وهي خارج نقطة جسم الكائن الحي إلى خارج الجسم تماما ملاحظة عندما تحدثنا في الأجهزة التناسلية ذكرنا أنه عند الذكر تتحت قناة البول والقناة التناسلية معا في الإحليل بحيث ينتهيان بفتحة بولية تناسلية مشتركة بينما عند الأنثى تنتهي بقناة البول بفتحة مستقلة منفصلة عن الفتحة التناسلية عليك عزيز الطالب أن ترجع إلى كتابك المدرسي لمراجعة هذه النقطة الآن كإغلاق تركيب الجهاز البولي يتركب الجهاز البولي من كليتين ومن حالبين ومن مثانا الآن ننظر إلى أعلى كل كلية يوجد الغدة الكذرية غدتين كذريتين أو فيما تعرف بالغدة فوق الكلوية هذا بالنسبة لتركيب الجهاز البولي ننظر إلى مقطع طولي في الكلية مقطع طولي في الكلية أولا لدينا غلاف للحفاظ على الكلية والله خير حافظ لدينا القشرة داكنة اللون لدينا النخاء مثل جبنة اللفاشكلي مثلثات رأسها للداخل باتجاه ويض الكلية وقاعدتها ناحية القشرة أهرامات مالبيجي وحوض الكلية والحالب الذي ينقل البول لدينا أيضا شريان كلوي يريد الدم عبره إلى الكلية ووريد كلوي يغادر الدم من خلاله الكلية عزيزي الطالب عليك أن تنتقي فيديوهين من قناة اليوتيوب وتشاركنا بأحدهما إما تركيب الجهاز البولي وإما مقطع طولي في كلية من خلال تشريح ولك الخيار عزيزي الطالب في فيديو المنطقة أيضا واجب بيتي حل الأنشطة والتدريبات التابع لبطاقة رقم 6 صفحة 23 من بطاقات التعلم الذاتي الداعمة والمشاركة بها على المهام شكرا لكم على حسن استماعكم إلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته